انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ يأتي ذلك وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 412 لعام 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في الثاني من أكتوبر لعام 2024 ميلادية ومن المقرر أن يعقد المجلس غدا ثلاث جلسات يتم خلال الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية وسيتم خلال الجلسة الثانية إعلان رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية ويدعو اللجان لانتخابات هيئات مكاتبها وسيعلن رئيس المجلس خلال الجلسة الثالثة نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس